نخش ونبعد عن الصحافة ونتكلم شوية نبتدي بالبريمير ليج المسابقة الأهم والمسابقة بتهالي هي الأطقل حتى الشيختلف عليها والمسابقة اللي بتضم أهم من إجم مصري حاليا طبعا كلنا بنبقى حارسين على متابعيته محمد صراح ومعها طبعا محمد النني وإن شاء الله تريزيجي لما يرجع بالسلامة شايفين شكل المنافسة إزاي يمكن الكتير توقع السنة دي يكون نسخة وخصوصا بعد عودة الجماهير مرة تانية أنها تبقى نسخة مميزة من أول ما انطلقت المسابقة فاروق لغاية النهاردة شايف شكل المنافسة إزاي ومين الأندية الأقرب أنها تكمل المشوار لا المنافسة هتكون صعبة وشارسة للجولات الأخيرة بنشوف تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول تقريبا المستويات متقربة جدا ما بينهم تشيلسي مانشستر سيتي وليفربول أكيد صراعي اللقب بحوم حوالي التلافذة ومستبعد اليونايتز في نادي مفاجئ عامل زحمة في الجدول وممكن يجي من بعيد واستهام واستهام متوقع واستهام يعني مفاجئ التلاتة دول شايفين المسابعة اللقب مشاهدة لعبرها الفريد اللي هيبنافسه أطول والفريد اللي هو اللي هيكمل هو اللي هياخد البطولة شوفنا تشيلسي تعرض لهزيمة واحدة ليفربول بيتعرض لأول هزيمة بعد سلسلة طويلة أطول سلسلة في تاريخه من لهزيمة 25 مباراة وكان عرض محبت جدا الحقيقة عرض محبت أنا أعتقد أن ليفربول عنده صغرات كتير يورجن كلوب لازم يلقى لحل شوفنا ديفيد مويس عمره محقق أي فوز على ليفربول لعبه 15 مرة محققش أي فوز على ليفربول قدر يقرأ أفكار النتيجة دي كانت ممكن تبقى يعني تبقى النتيجة تاريخه طبعا دولا باندايك شوفنا باندايك بلصد الوحد باندايك كان مامتش عالمي صحيح فليفربول لازم يورجن كلوب يحل الصغرات الموجودة أخصهم في خط الدفاع وجود أرنولد دلوقتي يبقى شايف نفسه لعيب خط وسط مش 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 ظهير أيمن ما بيقومش بأي واجبات دفاعية أو بنشوف التكملة دايما مع محمد صلاح بيكمل معه وهو المساند الأول محمد صلاح في النواحة الوجومية لكن هو تمادة جدا في التقدم ووزارة مساحات استغلها ديفيد مويس بشكل واضح جدا في المباراة الأخيرة قدر يحط أنتونيو فورناليس في المساحة اللي وراء أرنولد واستغلها وقدر يسجل ثلاث أهداف وأول مرة من 2017 يدخل في ليفربول هدفين من ضربات سابتا من مراكلات ركنية فده لازم الصغرات اللي موجودة في خط الدفاع يحلها يورجن كلوب لو عايز يكمل لأنه معها تنمو نفسين شارسين جدا سواء منشلسل سيتي أو سواء تشيلسي ترجمة نانسي قنقر